انطلقت فعالية المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يهدف هذا المؤتمر لمشاركة الباحثين والأكاديميين مع الخبراء الاقتصاديين للتعامل بكفاءة وفعالية مع المخاطر الاقتصادية وذلك من خلال وضع وتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية التي يشارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونخبة متميزة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلين عن الحكومة والمجتمع الدولي لكن احنا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النهاردة عندنا أكتر من أداة نقدر نوصل بها المجتمع البحثي احنا عندنا مسابقات بتتم على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مستمر عندنا النهاردة لقاءات إطارات مؤسسية في أطر مؤسسية لاستماع إلى الطلبة بشكل مستمر عندنا ورش عمل عندنا النهاردة حاجة زي هذا المؤتمر العلمي عندنا منصة حوار اللي يمكن النهاردة هذه المنصة حصلت على العديد من الجواز الدولية لما تقوم به من استقبال الأفكار ويوجد لجنة عليا مشكلة من كافة جهات الدولة بتستعرض هذه الأفكار وبترد على الناس فيها من خلال هذه المنصة الإلكترونية مركز المعلومات ودعم التخزي القرار ده بيعتبر من أكبر مراكز الفكر في مصر وفي الوطن العربي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي كلية مرموقة وهي كانت متفردة ولمدة طويلة في هذا التخصص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية طبعا بيطلق عليها أن هي در التاج جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيها عدد كبير من الباحثين أساتيسة الجامعات الأساتيسة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء والإدارة العامة والحسابة الاجتماعية يعني هي بتضم بين جنوباتها العديد من التخصصات مؤتمر منعقد على مدار يومين النهاردة بإذن الله وغدا وطبعا في نهاية المؤتمر حيكون عندنا جلسة أساسية بنستخلص منها أهم النتائج لكل الجلسات التي عقدت في المؤتمر وورش العمل والحلقة النقاشية التي يشارك فيها ممثلي الحكومة وأيضا القطاع الخاص المصري وأيضا المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم